اشتركوا في القناة حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين إقامة هذه الندوة التي تعرض التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق من شهر نيسان 2018 إلى شهر نيسان 2019 العراق انتهاكات تتراكم وفساد يتضاعف وخسائر ميدانية كبرى وهو التقرير السنوي الثالث عشر الذي يصدره القسم للسنة السادسة عشرة للاحتلال المستمر في العراق وكما اعتاد القسم سيقوم بتقديم عرض موجز لحالة حقوق الإنسان يتضمن بعض الانتهاكات والجراء بحق المواطن العراقي في نفسه وماله وبيئته ويكون التقرير وفق أحد عشر محورا مع ملاحظة أن التقرير بنسخته الموسعة يتضمن تفاصيل كثيرة سيتم إجمال ذكرها في هذا التقديم والآن أترك المجال للدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن بصدد عرض أبرز الانتهاكات بعض أبرز الانتهاكات التي وقعت في العراق خلال المدة التي ذكرها وهي من بداية نيسان 2018 إلى نهاية آذار 2019 وهنا قسم حقوق الإنسان يتميز بهذا التقويم لأنه السنة الحقوقية تبدأ في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين مع تأريخ احتلال العراق سنة 2003 الشهر 4 معروف هذا التأريخ فمن هنا جاءت حصر هذه المدة ما تزال الانتهاكات تتراكم بحق الإنسان العراقي فقد انحسرت الحملات العسكرية الكبرى عن صور صادمة لدمار هائل في المدن المستهدفة ومجازر بشعة بحق سكان تلك المدن التي مضى على نكبتها أعوام وسط إقرار دولي بصعوبة البدء بعملية إعادة بناء حقيقية بسبب الفساد كما هو معلوم أن التقرير وفق 11 محورا المحور الأول يكون القتل والإصابة خارج القانون شهد البلد ارتفاعا بمعدلات جرائم القتل والخطف والابتزاز وعمليات السطو المسلح للمنازل والمحال التجارية بنسب تراوحت بين 35 إلى 90% عما كانت عنه في السنة التي قبلها وقد رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في محور ضمن محور القتل والإصابة خارج القانون 1476 انتهاكا نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 4123 مدنيا وإصابة نحو الثمانية آلاف آخرين 80% من القتلى سقطوا بنيران الميليشيات الطائفية فضلا عن العثور على 63 جثة مجهولة الهوية بمناطق مختلفة من البلاد وخلال العام الماضي جرى اغتيال ما لا يقل عن 19 ناشطا مدنيا ومثقفا وشخصية ذات تأثير اجتماعي اشترك الضحايا في فضح فساد الحكومة وفشلها وعرفوا برفضهم للنفوذ الإيراني المتنامي في العراق ولم يلقى القبض على أي من المرتكبين حتى تاريخ هذا التأقير المحور الثاني هو الاعتقال والخطف والإعدام ما يزال عنوان مكافحة داعش ذريعة للأجهزة الأمنية لاعتقال آلاف العراقيين وما يرافق ذلك من إجراءات تعسفية وظروف احتجاز مذلة في أماكن توقيف تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية يتعرض خلالها وداخلها المحتجزون لأبشع أساليب التعذيب ورصد القسم اعتقال عشرة آلاف وثلاثة مواطنين ثمانة آلاف وأربعمائة وستة مواطنين اعتقلوا بتهمة الإرهاب بزيادة عشرة بالمية عن العام السابق وذلك في ألف وسبعمائة واثنان وثمانين حملة دهم واعتقال فضلا عن رصده ثلاثمائة واثنين وستين حالة قتل رافقت تلك الحملات جميع القتلى من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة وما تزال المحاكمات في العراق تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة وتضغى عليها الصبغة الطائفية واستحرمان المتهمين من أبسط حقوقهم وتجاهل القضاة لمزاعم التعذيب ورفضهم التحقق منها ونفذت وزارة العدل في العراق حكم الإعدام بتسعة عشر معتقلا وحكم على أكثر من ثمانمائة وستين معتقلا بالإعدام أو السجن مدى الحياة طبعا هنا ضمن المدة التي غطاها التقرير وتم رصد ثلاثمائة وثمان عشرة عملية اختطاف لمواطنين بينهم أئمة مساجد وناشطون مدنيون وشيوخ عشائر وتم الكشف عن سجون سرية تديرها ميليشيا الحجد عثر فيها على أكثر من ألفي شخص جميعهم من العرب السنة وبحسب التقديرات فإن أعداد الذين اختفوا قسريا في السنوات الثلاث الأخيرة لا تقل عن واحد وعشرين ألف شخص وما تزال الحكومة تمتنع عن ذكر أي تفاصيل بشأن مصير المغيبين وأماكن احتجازهم المحور الثالث هو الهجرة والتهجير والنزوح القسري يزاد على ما تقدم استمرار وجود أكثر من مليوني نازح خمسة وستون بالمئة منهم من محافظتين نينوى والأنبار باتت عودتهم شبه مستحيلة وهم يعيشون حياة التشرد للسنة السادسة على التوالي يكافحون أوضاعا صعبة يفاقمها تعمد السلطات الحكومية تقويض عمل منظمات الإغاثة فضلا عن تلاؤل التلامن الإنساني مع أزمة النازحين في العراق إلى جانب التحديات التي تفرضها قسوة المناخ على المخيمات صيفا وشتاء وأحصل قسم وفاة 146 شخصا في المخيمات بسبب النقص الحاد بالغذاء والدواء معظمهم أطفال وتم تسجيل 163 حالة استهداف الميليشيات لنازحين عادوا إلى مناطقهم في محافظتي نينوى وصلاح الدين وشهدت السنوات الأربع الماضية لجوء ما لا يقل عن 560 ألف عراقي معظمهم شبان أكثر من 70 ألفا منهم تركوا البلاد خلال العام الماضي أما بالنسبة لأوضاع المرأة والطفل فما زالت المرأة في العراق ولا سيما في المناطق المستعادة من تنظيم داعش وفي المخيمات تدفع ثمنا باهظا لغياب سيادة القانون فلا زالت المرأة ضحية الجرائم المنظمة والقتل والخطف والاستغلال بالتزامن مع تزايد العنف ضد هذه الفئة الضعيفة من المجتمع وبات غالبية الأطفال العراقيين بحاجة إلى مساعدات عاجلة وهم لا يتلقون أي شكل من أشكال الدعم من الحكومة ما يؤثر على فرصهم في إكمال الدراسة فضلا عن استمرار تعرض ما لا يقل عن ثمانين بالمئة من إجمال أعداد الأطفال في العراق لشتى أشكال العنف وبالنسبة لأوضاع الأقليات غير المسلمة عاما بعد آخر يفقد العراق مظاهر تعايش الأديان والطوائف التي اشتهر بها قبل الغزو الأمريكي فبات البلد يعاني نسفا مجتمعيا مستمرا وباتت الوحدة الوطنية مهددة بالشرذمة بعد هيمنة المكون الواحد على حساب المكونات الأخرى وقد صنف العراق هذا العام ضمن البلدان الأسوأ في العالم بالنسبة للحريات الدينية إلى جانب إيران وبورما والصين وغيرها وهذا طبعا التصنيف للعام السادس على التوالي ولم يعد معظم المسيحيين إلى مناطقهم على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على استعادتها خوفا من بطش الميليشيات التي اختصبت عقاراتهم وصادرت ممتلكاتهم وسط تقاعس الحكومة عن توفير الحماية لهم ويواجه المسيحيون خطر الزوال في العراق ما بعد الغزو في ظل الخطاب السياسي الأحادي الفوقي الداعي لإقصاء وتهميش وتكفير الآخرين وعدم قبولهم بالنسبة للخدمات والبنى التحتية والفساد تضاعف الفساد في البلد الذي أصبح بعد 2003 من أكثر البلدان فسادا في العالم إلى جانب أن العراق من بين الدول الأعلى نسبة من حيث احتوائها على مؤسسات وبنى تحتية مدمرة ومتهالكة ولا أمل في الأفق لمكافحة الفساد المتجذر في الدوائر الحكومية كافة وسط إقرارات محلية ودولية بعدم وجود جهة قادرة على محاسبة الفاسدين وما تزال التظاهرات الشعبية ضد الفساد وسوء الخدمات متواصلة ومع تصاعد الاحتجاجات تتراكم انتهاكات الأجهزة الأمنية والميليشيات ضد المتظاهرين فكعادتها تعاملت القوات الأمنية مع التظاهرات بالعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي والاعتقال والتعذيب والتنكيل ما أدى إلى سقوط 42 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف جريح في صفوف المتظاهرين كما وصل عدد المعتقلين إلى نحو 900 متظاهر تم إطلاق سراح معظمهم لكن لا يزال مصير ثلاثين منهم مجهولا وهناك نحو سبعة ملايين عراقي بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات العاجلة خلال العام الجاري يشكل أبناء محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين أكثر من ثلثيهم واسترتفاع نسبة الفقر إلى 50% في العديد من المدن في تلك المحافظات وبلغت نسبة البطالة بين الشبان في بعضها 80% علما أن أغلب العاطلين هم خريجوا الجامعات ورغم وعود الحكومة بتقديم تعويضات مالية للمتظررين لم يحصل مواطنو تلك المناطق على تعويضات حتى الآن أما بالنسبة للوضع التربوي والتعليمي فما زال النظام التعليمي في العراق بحالة حدار سريع بفعل عوامل كثيرة منها استبداد الفولة وتضاعف الفساد وتغييب الكوادر المهنية فضلا عن الآثار المباشرة وغير المباشرة للحملات العسكرية على هذا القطاع المهم حيث دمرت عشرات المدن في محافظات تمتد جغرافيا على أكثر من نصف مساحة البلاد ما أدى إلى حرمان خمسة ملايين طفل على الأقل بعمر الدراسة من حق التعليم بينهم نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف طفل لا يرتادون المدارس بانتظام وما لا يقل عن مليون ومئتي ألف طفل باتوا خارج المدرسة تماما وما تزال المدن المستعادة تعاني إهمالا حكوميا واضحا حيث تعرضت مدارس كثيرة إلى أضرار جسيمة في حين أصبح من حالفهم الحظ من الطلبة يتلقون تعليمهم بصعوبة بالغة في مدارس متهالكة وصفوف مكتظة يتخطى عدد التلاميذ في بعضها خمسة وسبعون تلميلا وإذا ما علمنا أنه في الموصل مثلا قامت منظمات دولية بععادة بناء ست مدارس من أصل مئة وستة وستين مدرسة مدمرة دون أي دور يذكر بالنسبة للسلطات المحلية وتقدر المنظمات المختصة حاجة العراق اليوم إلى نحو 23 ألف مدرسة جديدة علما أنه يوجد اليوم بين المدارس المتواجدة في البلاد 15 ألف مدرسة متهالكة أو خارج الخدمة إن انعدام الاستقلالية في الخطط التعليمية نتيجة التدخلات السياسية أربك التعليم وألحط به الضرر الكبير حيث ذأبت الحكومات المتعاقبة على العبث بمعايير الجودة والتساهل في منح الشهادات العلمية وإهمال بحوث تطوير المناهج الأكاديمية فضلا عن منح الاعتراف لعدد كبير من الكليات الأهلية بغض النظر عن الضوابط التي يتوجب مراعاتها من أجل ذلك ما يزال العراق خارج تصنيف جودة التعليم العالمي ضمن مؤشر دافوس للعام الخامس على التوالي أما على صعيد الوضع الصحي والبيئي فما زالت الإخفاقات الجسيمة لوزارة الصحة في العراق تؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى الاستجابة للمرضى الأمر الذي تسبب بارتفاع ملحوظ في معدل وفيات المدنيين من جراء الإصابة بالأمراض فإلى جانب ملفات فساد بمئات ملايين الدولارات تنعدم في المستشفيات العامة الخدمات الصحية اللازمة للحالات الحرجة ولمرضى الطوارئ وتشح المستلزمات الجراحية وخدمات النسائية والتوليد ورعاية حديثي الولادة وتغيب برامج التلقيح الدورية للأطفال ناهيك عن عدم توفر آليات مناسبة لإسعاف المرضى وغياب أبسط الأجهزة والمعدات الطبية وما زاد الطين بالله خروج عشرات المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة عن الخدمة في المحافظات المستعادة بعد استهدافها في الحملات العسكرية الكبرى ففي مدينة الموصل مثلا من أصل ثلاث عشرة مستشفى في المدينة استهدف القصف العشوائي ثمان منها فضلا عن تدميره أربعة وخمسين مركزا صحيا ما تسبب بتراجع حاد في مستوى الخدمات الصحية وما تزال التأثيرات الإشعاعية والمواد الكيميائية السمية تودي بحياة آلاف العراقيين سنويا وقد وصل تفشي الصراطان في الجهاز الهضمي والتنفسي والدم إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاع معدل التشوهات الخلقية لأكثر من حالة لكل خمسة مواليد جدد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع ليصل إلى ثمانية وخمسين مولودا ميتا لكل ألف مولود حي أما على الجانب البيئي فقد زادت خلال المدة الماضية مخاطر أزمة المياه في العراق حيث سجل نهري دجلة والفرات أقل منسوب مياهم في تأريخهما ما تسبب بشح غير مسبوك للمياه الصالحة للاستهلاك البشري وانتشار الأمراض بالتسبب ففي البصرة مثلا أعلنت دائرة الصحة أن تسمم 160 ألف شخص نتيجة شربهم مياها ملوثة وعصفت بالعراق كوارث بيئية غير مسبوقة أتت على جزء من ثروته السمكية والمحاصيل الزراعية الأساسية واجتاحت تلك الكوارث عدة محافظات خلال أيام وعلى الرغم من أن القراءة تشير إلى أن الكوارث مفتعلة إلا أن السلطات الحكومية لم تجري تحقيقا جنائيا للوقوف على الأسباب في الوقت الذي تقاعست فيه وزارتات الزراعة والصحة عن دورهما في التعامل مع كوارث بهذا الحجم والتحذير من تداعياتها أما على صعيد الحريات العامة والصحفية فما يزال العراق يشهد انتكاسات كبيرة في مجال حرية التعبير إذ أحصل قسم وقوع 549 انتهاكا ضد الصحفيين والمدونين والناشطين المدنيين العراقيين أعود هنا أكرر أن التقليل ضمن المدة المذكورة منها 116 تهديدا صريحا بالقتل إلى جانب التسريح نحو 150 صحفيا وإعلاميا ويظل العراق من البلدان الأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين وقد أدرج ضمن قائمة الدول الأكثر دموية للصحفيين للسنة الخامسة على التوالي بمعدل مقتل 16 صحفيا سنويا أما بالنسبة للتغيير الديمغرافي فقد تم تنفيذ مراحل متقدمة بأساليب غير مسبوقة من مخطط التغيير الديمغرافي الجاري تحويله لأمر واقع في مناطق واسعة من العراق بشكل خاص هذا العام تم استهدف المخطط ما تبقى من مناطق حزام بغداد مثل الطارمية وأبو غريب واليوسفية والمحمودية واللطيفية أما بالنسبة للإفلات من العقاب وعمليات التعذيب فما تزال المعاملة الوحشية والموت لمعتقلين قابعين في السجون الحكومية المعلنة تحدث دون إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية لا سيما عند توفر الأدلة الدامغة على حدوث التعذيب حيث تستمر الحكومة في بغداد بالتقاعس عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز وأحصل قسم وفاتة 23 معتقلا في سجون وزارتي العدل والداخلية الحاليتين أحد عشر منهم من محافظة نينوى وعشر من مناطق حزام بغداد واثنان من محافظة الأنبار علما أن جميع الضحايا شبان فارقوا الحياة تحت التعذيب أو من جرائه ونؤشر هنا رصدنا تصاعد وتيرة التعذيب التي زادت زيادة مروعة خلال السنتين الأخيرتين طبعا داخل السجون الحكومية المعلنة نتحدث ولدينا بهذا الخصوص شهادات لمعتقلين سابقين ولذوي الأشخاص الذين قتلوا أثناء الاعتقال مدعومة بأدلة مادية أو وثائقية أو فوتغرافية إن استبداد الفوضة وغياب القانون جعل العراق يواصل تقدمه الدول التي انخفض فيها مستوى السلم المجتمع المتدهور أصلا ليتم تصنيف العراق بحسب مؤشر السلام العالمي لعام 2018 رابع أسوأ بلد للعيش في العالم والكثير من الدول باتت تنصح رعاياها بعدم السفر إليه وعلى الرغم مما ورد في هذا التقرير وهو غيظ من فيض ما زال المجتمع الدولي يتغاضى عن جرائم الحكومات المتعاقبة وحلفائها ويواصل دعم وتسليح قواتها والميليشيات التابعة لها ويصر على النظر بعين واحدة لما يجري في البلاد إننا في هذا التقرير نضع هذه الانتهاكات للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعدم احترام قواعد الحرب الواردة فيها أمام أنظار الشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية المتوازنة لتتحمل مسؤولياتها وتطلع بدورها المنوط بها لا سيما تلك التي تفرد في تقاريرها مساحات كبيرة لحقيقة ما يرتكب بحق المدنيين في العراق وختاما ينبغي الإشارة هنا إلى أن مصدر الأرقام الواردة في التقرير هي من قاعدة المعلومات الخاصة بالقسم والتي ترفض من قبل مصادر متعددة وهي أقل من الواقع بكثير بسبب الصعوبات المرافقة للتوثيق والتثبت من الكثير من الانتهاكات شكرا على الإصغاء وهذا موجز كما ذكرت لأبرز الانتهاكات التي حصلت في العراق سيتم توزيع هذا الملخص على أساد الحضور الكرام بعد انتهاء الندوة وعلما أن التقرير الرئيسي هو يقع في 170 صفحة ستتم طباعته على شكل كتاب يوزع إن شاء الله في المستقبل القريب شكرا على الإصغاء مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله بالنيابة عنكم أشكر الدكتور أيمن على هذا الموجز الذي لخص فيه حالة حقوق الإنسان في العراق للفترة من نيسان 2018 لغاية نيسان 2019 وهذا غيظ من فيض لأن الأحداث في العراق مأساوية منذ عام 2003 ولغاية اليوم الآن نفتح باب النقاش وباب الأسئلة ليجيب عنها الدكتور أيمن تفضل أحبب نيابة عن المركز العربي ونتمنى للعراق كل إن شاء الله السلام والأمان والحمد ونتمنى لهيئتكم ولمركز حقوق الإنسان فيها تحديدا إن شاء الله يكونوا في النجاح الله يسهل ويركز المركز العربي لحقوق الإنسان على أهمية ترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي المغطر هناك غياب تام بمنظومة حقوق الإنسان في أغلب الدول العربية يعني 99% منها غائب عنها منظومة حقوق الإنسان نتمنى لهكذا جهود أن ترى النور وأن تطبق وبرك الله في الجهود والله يغانيك أشكرك في السرطة السلام عليكم ناصر سليم من الواضح أن بعد الاستماع للتقرير حضرتكم أنه النواة النتائج كارثية لكن هناك نقطة حضرتكم ركزت على موضوع المخيمات لماذا عودة القاطنين في المخيمات باتت مستحيلة؟ شكرا عودة النازحين باتت مستحيلة بداية أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق على هذه الدعوة وأشكر الدكتور أيمن على ما قدم وأرجو للعراق أن يتعافى قريبا مما ابتلي به وأن يأخذ دوره في تقدم الأمة العربية والإسلامية سؤالي يا سيدي متى سيتم إعادة إعمار المدن المدمرة؟ خاصة بعد أن وضعت الحرب أو زارها أو بعد أن انتهوا من تدمير العراق وما دور جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص؟ أشكر هيئة علماء المسلمين على هذا التقرير الذي صلت الضوء على أهم المشاكل والانتهاكات على حالة حقوق الإنسان في العراق وفي ظل العجز الحكومي لإنهاء هذه الانتهاكات وأيضا في ظل صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات أيضا وعدم اتخاذ أي إجراءات في حقه فأنا أدعو مؤسسات المجتمع المدني وأيضا من ضمنها المنظمات المعنية بحالة حقوق الإنسان مثل هيئة علماء المسلمين أن تقوم باستخدام الآليات الدولية المتاحة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في العراق والتي من ضمنها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان الآن في شهر 11 من هذا العام هناك استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في العراق ويعني ينتظرون مجلس حقوق الإنسان ينتظر التقارير من ذوي المصلحة أو أصحاب المصلحة كمؤسسات المجتمع المدني لكي يطلعوا على حالة حقوق الإنسان في العراق لذلك فهذا التقرير المهم الحقيقة في المعلومات التي رصدها يجب أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وأيضا يجب من خلال المنظمات الأخرى أيضا تسليط الضوء على هذه الجوانب حتى يرى العالم ويتم إصدار توصيات للعراق والحكومة العراقية بأن تقوم بتحسين حالة حقوق الإنسان التي ذكرت في هذا التقرير فأتمنى ذلك وشكرا جهودكم مشكورة دكتور أيمن أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق أشكر دكتور أيمن العاني وبعرف شو الصعوبات اللي واجهته حتى قدر يحصل على جزء بسيط لأنه إحنا معنيين بجمعية نساء ضد العنف أول جبعية بشرق الأوسط صلت الضوء على معاناة المرأة العربية من الإرهاب والتطرف وعملنا فيلم داعش إرهاب اقتصاب وكانت شهادات حية لسيدات من العراق وسوريا قابلت وعالجت 4500 حالة من العراق والشيء محزن كان للأسف نعمل ندوات ومؤتمرات ونطالب المجتمع الدولي يعي ذلك وله أجندات في العراق وكنا بنعرف العراق بلد الحضارات العراق اللي عندها مواردها من نفط مياه العلماء العراقيين لحالهم بنحضوا في العراق ولكن يجب أنا بحكي بصوت عالي ومحزن جدا العراق اللي كانت بعد استراتيجي لكل الدول العرب ونعرف بعض العراق شو صار بالدول العربية أنا بحكي وأنا بصراحة العراق اللي درست أبنائنا من العردن درستهم ولحد الآن ما بننكر خير العراق ولكن للأسف حالات وصلتني العراق بلد النفط نساءها تعيش بالشوارع أين نحن؟ أين حقوق الإنسان؟ الدول التي طالب حقوق الإنسان هي التي تمارس الإضطهاد يعني لما يكون عندي أنا خمسمائة مليون طفل بلا تعليم قم بلي موقوته الجهل كالكاس الفارغة تم لها كما تشاء أين نحن ذلك؟ نعمل ندوات زي ما تفضل من 2003 لحد الآن شو طلعنا بنتيجة؟ يجب على العراقي أن يبدأ بنفسه اصنع خذ حقوقك بأي شكل من الأشكال لا تفتح مجال للفوضى ولا للطائفية عمرنا ما سمعنا بالعراقي سني أو شيعة أو غيرك عراقي فقط في عراقي فقط ما في يوم الأيام كنا نتوقع أنه عراقي يجي يشتغل في أي بلد أو يخرج من العراق شبابنا كانت تروح تشتغل في العراق نداء لكل شاب عراقي اصنع وانتزع حقوقك بنفسك وفي يوم الأيام نحن نذكر الهرشيما لما صارت في اليابان كيف صنعوها؟ صنعنا الياباني نفسه بنفسه مع أنه إمكانيات اليابان قليلة جدا بالنسبة للعراق صح ولا لا؟ بدأوا بتعليم الإنسان وكنا نحترم الثقافة اليابانية صح ولا لا؟ وهي دولة علمانية دولة علمانية نحن دولة الإسلام نحن قبل حقوق الإنسان رسول صلى الله عليه وسلم يدي الإسلامي أعطى حقوقنا كامل كرم المرأة أنا دائما بحكي وأنا رئيس الجمعية أنا ما بدي حقوق الإنسان أنا بدي أطبق الشريعة الإسلامية قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان عام النساء فنتضحظ ما بحك جلدك إلا ضفرك ابدأ يا عراقي بصع نفسك لا تغادر العراق لا تغادر العراق فبشكركم أبدأ بالتسلسل الحقيقة دكتور عماد المصلح شكرا جزيلا على السؤال ممكن أستعين بإجابة سؤال دكتور عماد بمخطط عن المفقودين يعرض لخارطة العراق وتظهر فيه المحافظات بحسب احتواها على مفقودين مختفين قسريا هذه المحافظات طبعا واضحة حسب اللون كلما كانت شدة اللون قاتمة كلما كان العدد كبير في نينواء مجموع هذه طبعا نتكلم عن حالات الاختفاء القسري في العراق خلال السنوات الأربع الماضية هذا النينواء تتصدر المحافظات فديالة فالأنبار فصلاح الدين فبابل فبغداد صورة تلخص المساحة مساحة الوطن العراقي التي يقع عليها الضغوط والظلم والاستبداد وشتى أشكال العنف تقع في هذه أول أصلا هذه المناطق هي أول المناطق التي كانت ضحية تنظيم داعش لكن المشكلة هنا يعني في معرض الإجابة أنه السؤال لماذا ترفض الحكومة التحدث بشأن المفقودين في العراق وما هو مصيرهم الحكومة لا تستطيع التحدث في شأن المفقودين لأنها تعلم الجهة المرتكبة ولأنها متورطة تورطا كبيرا في هذا الموضوع وبنفس الوقت لا تمتلك الآليات بل هي عاجزة عن التعامل مع هذا الملف المهم والذي يعني حقيقة يعكس مشاكل اجتماعية كبيرة في المجتمع لأنه غياب المعيل في الغالب وتغييبه يعني العائلة التي يكون مسؤولا عنها ستكون في غياهب الظلمات لكن هذا الأمر يعني يوقع في النفس من الظلم والشعور بالظلم لكن الحكومة لا تستطيع أما عن مصيرهم فالتقارير تتحدث عن ذلك تقول المحتجزون في العراق والمختفون قسريا إما موقوفون في أماكن سرية تابعة للحكومة هذه تابعة للحكومة أخلي علي تحتها خطوط كثيرة أو محتجزون لدى الميليشيات الموالية لإيران وقسم كبير منهم مع الأسف تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية أو منفردة لكنها مجهولة وبنفس الوقت طبعا هناك من غيبهم تنظيم داعش خلال مدة استحلاله واستيلائه على الأراضي لكن هنا هو سمح له بذلك والله المستعر نحن نتحدث عن السنوات الأربع الماضية بالنسبة لدكتور خالد عياد شكرا على هذا الإطراء حقيقة شهادة نعتز بيها وإن شاء الله نوعدكم أنهم ضل عاملين على ملف حقوق الإنسان ما سمحت لنا الأيام أستاذ ناصر سليم لماذا عودة النازحين باتت مستحيلة طبعا هنا المشكلة أيضا في الميليشيات تلاحظون أنه يعني أنا أجزم أنه كل مشكلة في العراق العامل المشترك بين هذه المشاكل هي الميليشيات المهالية لإيران والمتنفذ اليوم بالمشهد العراقي برمته هي القوى الأولى في البلد ظهرت على القوات الحكومية وعلى غيرها والأمور واضحة جدا أما بالنسبة للنازحين فعودتهم مستحيلة لأنه المدن مدمرة أولا لا يوجد إعادة عمار لا يوجد سبل عيش لهؤلاء الناس لا مكان لا مأوى لا عيش لا مصدر دخل بالنتيجة هو سيكون يعني نهبا للميليشيات التي تسيطر على المناطق المستعادة بعد إعلان انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش وكذلك الميليشيات وذكرت أنا في التقرير حتى من يعود من النازحين يتم استهدافه تهديداً وقتلاً من قبل هذه الميليشيات بالإضافة إلى ذلك أنه يعني وضع النازحين في وضع الاتهام المنظمات الإغاثة الفاعلة في العراق تدرك ما معناه هذه الكلمة كل النازحين اليوم في العراق هم في وضع اتهام وكلهم من العرب السنة أنا أعود هنا أضطر لذكر هذه المصطلحات التي لم نعهدها حقيقة إلى بعد الاحتلال لكن هذه ليست للطائفية ولكن لتشخيص الجهة المتضررة بشكل دقيق الدكتور زيوت مشكوراً متى سيتم إعادة إعادة إعمار المدن المدمرة إعادة الإعمار مرتبطة بمحاربة الفساد هو يعني هذه شيء مرتبط بالآخر لا يمكن أن تتم إعادة الإعمار الحقيقية في ظل حكومات فاسدة مفسدة فاشلة طائفية أبداً لا تغيب الصبغة الطائفية عن الموضوع لأنه الأمر في مجالات أخرى الحكومة سخية لا نريد أن نذكر هذه المجالات اليوم فهذه أخي إعادة الإعمار المدن يعني مشكلة عويصة لأنه المجتمع الدولي لا يريد أن يشخص الخلل الأصيل في العراق نعود هنا إلى ملف السياسي العملية السياسية هي الخلل الأصيل في العراق إن لم يجرى يعني اقتلاعها من الجذور فبالنتيجة لا يمكن أصبح الفساد متجذر تتحدث عن الدول المانحة وعشرات الملايين من الدولارات إن لم تكن مئات الملايين من الدولارات سنوياً حتى مبعوثة الأمم المتحدة رئيسة البعثة يونامي للعراق استهجنت هذا الموضوع على الحكومة كيف زارت المناطق المستعادة التي تسميها الحكومة المناطق المحررة فاستهجنت على الحكومة على المضيفين كيف هذا حال المناطق بعد مرور سنوات على استعادتها مع العشرات ومئات الملايين من الدولارات التي أنفقت من قبل الدول المانحة فلكم أن تتصوروا أما دور جامعة الدول العربية في هذا الخصوص والمنظمات الأخرى فالدور موجود حقيقة لكن الدور نأمل أن يتم توسيع هذا الدور نأمل أن تعود الأمور إلى أوضاعها الطبيعية الأستاذة الفاضلة إيناس زايد بالنسبة لهذا التقرير شكراً لهذه الشهادة والحقيقة نحن نعمل على كما هي العادة أنه نوصل هذا التقرير إلى مجلس الحقوق الإنسان لكن مع الأسف الشديد يصر المجتمع الدولي على النظر بعين واحدة لما يحصل في العرب يصر حتى بات أنه يعني من نتحدث عن الحكومة ونشخص الخلل الموجود قد يعتقد السامع يعني غير القريب إلى الهيئة أن الهيئة يعني مع جهة ضد أخرى لا لا الهيئة تقف وتنحاز إلى المواطن العراقي البسيط بغض النظر أكرر وأؤكد على كل شيء الفاضلة خلود خريس طبعاً جواباً على سؤالك هو مع الأسف القول أن المجتمع الدولي ينظر بعين واحدة لما يحصل في العراق وهذا هو الحال في العراقيين الذين يعيشون في بلد محتل فرضت عليه حكومة طائفية لا تقبل الآخر كل يوم بعد يوم حتى حدثني مدير مكتب إحدى المنظمات المهمة الفاعلة في العراق يقول تتعزز لدينا يوماً بعد آخر حقيقة أن ما يجري في العراق وجرى ويجري هو ليس محاربة الإرهاب إنما الانتقام من أبناء المحافظات المستهدفة شكراً على الاستضافة الكريمة وعلى عقد مثل هذا اللقاء وأنا أعتقد أن هذا اللقاء حقوقي وحقوقي بامتياز شكراً على الجهد هذا الإنساني في رصد حالة حقوق الإنسان في العراق من قبل قسم حقوق الإنسان في الهيئة بأكد على اللي ذكروا إخواني موضوع حقوق الإنسان يعني إحنا بالرغم من أنه العراق شهد نزاعات طويلة في الفترة الأخيرة وهذا طبعاً له تداعيات سلبية على حالة واقع حقوق الإنسان مما لا شك فيه يعني بجوزة أحياناً ننظر لبعض الدول العربية اللي يعني مستقرة نسبياً مع ذلك فيه انتهاكات فإحنا حتى ننظر بشكل حيادي ومتوازن يعني بأنه العراق تاريخياً فيه نزاعات وفيه حروب مستمرة وهذا بلقي بظلاله السلبية على حالة واقع حقوق الإنسان في العراق لكن هذا بمعنى لا يعفي بأي حال من الأحوال من رزد حالة حقوق الإنسان وهذه آلية تعتبر مهمة وآلية من شأنها أن تعزز حماية حقوق الإنسان موضوع الرزد والتوثيق الانتهاكات هاي أحد آليات الحماية لحقوق الإنسان بعتقد موضوع حقوق الإنسان بشاركني فيه الإخوان هو مرتبط ارتباط عضوي ووثيق في موضوع الإرادة السياسية قديش تتقبل الإرادة السياسية وبتنفتح على حقوق الإنسان هذا أيضا يعني موضوع لما بنحكي عن حقوق الإنسان بنحكي مباشرة هل إنه متوفر إرادة سياسية حتى تسعى إلى تطوير وتحسين منظومة حقوق الإنسان الوطنية بعتقد مثل هاي التقارير تقارير الرزد مهمة جدا في إطار معالجتها وتقديمها للآليات الحماية الدولية على صعيد مجلس حقوق الإنسان زي ما ذكرت الأخت الفاضلي أو حتى على صعيد الآليات التعاهدية وتعاقدية الأخرى كيف بدنا إحنا نبرز هاي الانتهاكات حتى يكون هناك حتى يفتح نقاشات وحوارات مباشرة مع الحكومة العراقية من قبل المجتمع الدولي فهذا دور مؤسسات المجتمع المدني في رصد وإبراز انتهاكات حقوق الإنسان سعيا منها لتعزيز حالة حقوق الإنسان وترقيتها على كافة الصعد ما يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان إلا في الإطار المحاور الثلاثي يعني ربما العراقي فيه جهود تبذل في هذا المجال على صعيد التشريعات يعني صعيد مصادقة على التشريعات الدولية لتفقيات الدولية وأيضا على تطوير تشريعات الوطنية وفيه جانب كبير يعني يقدر ويحترم لكن في واقع ربما ممارسي أو سياسي قد لا يرتقي إلى مستوى التحديات ومستوى الانتهاكات التي ترتكب ربما نؤكد في هذا اللقاء على العراق الموحد على العراق الذي يقبل الآخر الذي يحترم التعددية الذي يحترم حقوق الإنسان وهذا طبعا إذا نتحدثنا أيضا مرة أخرى عن الإرادة السياسية نتحدث عن مجتمع مدني فاعل وقوي ومؤثر لانتزاع الحقوق أحيانا والضغط على الحكومة العراقية من أجل احترام منظومة حقوق الإنسان في تشريعاتها ليس فقط في تشريعاتها وإنما أيضا في سياساتها وممارساتها فأعتقد مثل هذا اللقاء بيوفر مثل هذه النشاط والحراك التفاعلي والإيجابي لرفعة والرقي بمنظومة حقوق الإنسان العربية ومنها في الجمهورية العراقية متمنيا دوام التقدم والتوفيق والسلام لإخواننا وإهلنا في العراق الشقيق شكرا طبعا النزاعات لها تداعيات على واقع حقوق الإنسان قطعا لكن النزاعات وزمام العنف بيد من؟ بيد الإنسان المواطن البسيط؟ أو بيد السلطة؟ يعني هذه الإرادة السياسية مهمة في إحقاق الحقوق يتحدث الدكتورام جدوى أنا وشاطره الرأي في ذلك بل يعني هو الأصل ويسأل هي متوفرة في العراق أعتقد إذا تطلع على هذا الملخص للتقرير ستكون على يقين مع الأسف الشديد أنا أتكلم بهذه الصيغة لكن ستكون على يقين بأن الإرادة السياسية لإحقاق الحقوق غائبة أو اختيارية لمكون دون آخر لأنه هذا الذي يراد له في العراق وتتحدث حضرتك عن أن العراق هناك تبدل جهود في سبيل تشريع القوانين وما إلى ذلك طبعا العراق موحد يعني شعار الهيئة رسالة كبيرة في هذا الموضوع هو يحمل خارطة العراق الموحد في الشعار تخيل يعني هو يعيش الأصل في هذا الأمر مجتمع مدني فاعل ومؤثر أنا ذكرت في سرد الأبرز الانتهاكات يعني ما تم توثيقه قتل خلال الأشهر من نيسان 2018 إلى نيسان 2019 قتل ما لا يقل عن 19 ناشطا مدنيا وجهة شخصية ذات تأثير اجتماعي لماذا برأيك هذا الموضوع وكل المرتكبين لم يلقى الخبض عليهم هل هي مصادفة برأيك هذا هنا وانتزاع الحقوق الأبناء المحافظات المستعادة ضربوا الأمثال في الوقفة السلمية الحضارية لمطالبة في الحقوق المشروعة ما النتيجة كانت؟ كانت قتل ودمار وهدم للمدن وانتقام من أهل تلك المدن ولا يزال الانتقام يعني مستمرا وقائما وإلا أنت تستخدم قوة مفرطة وأسلحة محظورة ضد مدنيين مناطق آهله كيف يعني ما الدافع لهذا هذا شاهد حي لانتقام طائفي يجري في العراق ستذكره الأجيال إذا ما الله قدرنا لأنه يعني يتحرر البلد ستكون هناك أجيال تذكر هذا الموضوع في ختام هذه الندوة نتقدم بشكر جزيل لكم لحضوركم الكريم حتى نلتقيكم في لقاءة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا